أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية الحقيقة يمكن يكون عنوان الحوار النهاردة في السادسة عن ضريبة البطولات والإنجاز هي البطولات والإنجاز ليهم ضريبة؟ آه طبعا ليهم ضريبة ومنها الحقيقة الضريبة اللي بتفحى النادي الأهلي دلوقتي خدوا بالحضراتكم أنتوا قدام فريق في خلال أربع شهور حقق تلت بطولات يضاف ليهم إنجاز عالمي وهو الحصول على البرونزية في كاس العالم للأنديا وده ضربته قبل ما تبتدي تفتح صفحة بطولة جديدة وبطولة قوية جدا وبطولة صعبة جدا وهي المفضلة بالنسبة لجماهير النادي الأهلي هي بطولة دوري الأبطال هتبتدي إن شاء الله يوم التلاتة اللي جاي بلقاء الأهلي مع المريخ مطلوب من حضرتك أنك تحضر لعبتك وتحضر فرقتك عشان تبتدي مشوار بطولة جديد وهم لسه راجعين في مرحلة فرحة في حالة نشوة بإنجاز البرونزية في كاس العالم للأنديا وفي مجهود بدني رهيب بوزل في ثلاث مباريات على أعلى مستوى بداية من الدحيل باير ميونيخ بالميراس في خلال أسبوع واحد إزاي تجهز وإزاي تحضر وإزاي تبتدي وإزاي تخلق حافز ده كله الحقيقة تحدي كبير جدا قدام الجهاز الفني لنادي الأهلي وده اللي هناخد فيه رأي واحد من نجوم النادي الأهلي طبعا كابتن ماهر همام ضفنا النهاردة في السادسة مسأخير كابتن ماهر أهلا وسهلا بحضرتك نورنا دايما وبنسعد دايما بوجود حضرتك معنا قبل ما أدخل في الكورة وقبل ما أدخل في التحديات أنا بس يعني إحنا النهاردة افتكرنا في بداية الحلقة كابتن سابت البطر ربنا يرحمه واحد من النجوم الحقيقة والأساطير في تاريخ النادي الأهلي وأنا أعتقد فيه فترة كبيرة جدا قضيتها مع كابتن سابت وقربت منه واحتاجت به تحب تقول إيه الجماهير النادي الأهلي عن سابت البطر بسم الله الرحمن الرحيم طبعا السنة الستاشر على رحيل كابتن مصر ونادي الأهلي كابتن سابت البطل يعني ربنا نصبر أسرته طبعا الحاجة التانية طبعا بنحيي طبعا كابتن محمود الخطيب أنه هو بيتطمن على أسرة كابتن سابت البطل ويعزيهم للسنة الستاشر ده يمكن بيجي من خلال العشرة اللي احنا تواجدنا فيها كجين السبعينات حتة الخوة وحتة الصلة وحتة الرحم اللي بيننا وبيننا بعض الحمد لله يعني الناس مش ناسية سابت البطل يعني عزة عرب بس الجمهور النادي الأهلي أو أفكر جمهور النادي الأهلي بسابت البطل سابت البطل اللاعب حارس المرمى اللي هو إقرامي كانوا سد منيع بشكل كبير جدا لجيل السبعينات سابت البطل كان له إنجازات مع النادي الأهلي من خلال الدوري وكاس مصر 25 بطولة 25 بطولة مع النادي الأهلي سابت البطل اللاعب الفضل يحرص مرمى النادي الأهلي فترات طويلة ومرمى منتخب مصر سابت البطل الإداري من أفضل الإداريين اللجوم في تاريخ النادي الأهلي في مكان مدير الكورة حقق مع النادي الأهلي حوالي ممكن 6 سنوات برضا بطولات كثيرة جدا يعني أنا كان لها الشرف إن أنا أكون من ضمن الناس العشرة سابت البطل كلاعب وفي نفس الوقت كإداري كمدير الكورة وأنا كنت من ضمن الجهاز الفني اللي موجود في خلال 6 سنوات من 95 ل2000-2001 مع مستر هولمن ومستر سوبل الاتنين الألمان فعاز أقولك كمان يا أحمد إن سابت البطل من حبه في النادي الأهلي وإخلاصه النادي الأهلي مات في الملعب يعني دي حاجة من ضمن الحاجات اللي بتوري لك عيش لعبة النادي الأهلي وعيش ما تأخرش أبدا عن النادي يعني في أي لحظة في كده في أوقات معانا أنا كنت بتكلم مبارح على المصلحة وأن المصلحة دائما بتحكم ومن حق أي حد يندور على مصلحته سواء فيه إنه يكتب تاريخ لنفسه أو إنه يحقق مكاسب أو إنه يحقق شهرة أو إنه يوصل لمنصب معاين بيحلم به وده حق طبيعي مكفول لكن سابت من الناس اللي كنت دائما تحس إنه بيقدم مصلحة الأهلي على مصلحته ولو حصل تعارض بين مصلحته ومصلحة النادي الأهلي يختار مصلحة النادي الأهلي حتى ولو على حساب مصلحته بالزبط وده من النادل شوية كابتن ناهل اسمحي طبعا لكن هو عشقه للنادي الأهلي وحبه النادي الأهلي وإخلاصه للنادي الأهلي ورجلية سابت البطل ابن الحومدية المحترم رجل الصعيدي الجدع معنا كابتن علاء مايهوب يعني ولاد الحومدية هما الاثنين وكان برضو فيه بينهم ومن بعض رصيد كبير جدا كابتن سابت على حد كلام كابتن علاء بيقوله كان زي أخول كبير الحقيقة وكان بيرعاه دايما وفيه أرابة كمان بينهم وبين بعض فأنا عاز أقولك أن من ضمن المديرين المحترمين اللي واحد اشتغل معاهم كمدير الكورة كابتن سابت البطل وقابليه بقى كابتن حسن حمدي برضك من ضمن الحاجات المحترمة اللي احنا قدرنا نستفد منها بشكل كبير جدا فسابت البطل لو حنفضل نتكلم عليه عايز حلقات يا أحمد بصراحة صحيح ومن الناس اللي خلقت خريطة لمنهجات عمل مدير الكورة في مسائبتها وقالي أنه الأجيال الجديدة اللي طالعة عارفة يعني إيه مدير كورة أو نموذج مدير الكورة من خلال المشوار بتاع كابتن سابت البطل اللي بتصور أنه كان واحد من أنجح مشاوير اللي خدها مدير الكورة في النادي الأهلي وده اللي بيحصل التواصل اللي بينه الأجيال وبينها وبين بعض والنهاردة يمكن كابتن سيد عبدالحفيز بيعتبر برضك من أنجح بمدير الكورة اللي اشتغلوا في هذا المكان كنت بقول أنه المنصب ده مظلوم جماهيريا يعني ناس كتيرة جداً طبعاً وأكيد طبعاً ليهم دور مهم جداً ورئيسي جداً محدش بيقلل منه مديرين الفنيين في النادي الأهلي لكن محدش يمكن بيحس بأهمية وخطورة وصعوبة منصب مدير الكورة خصوصاً لما تكون بتتكلم على نادي زي النادي الأهلي بيدم الكوكبة الكبيرة جداً من النجوم مطلوب منك أنك أنت تأكد على الانضباط وعلى الالتزام وأنه الفريق مفيش نجمة أوحد مهما كان اسم النجمة إيه ولأنه كل ده لابد أنه هو يكون لخدمة الفريق وأنه النجمة هو فرقة النادي الأهلي في النهاية دي معادلة صعبة جداً 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 مش كتير عنده القدرة أنه هو مهمة شقة طبعاً إزاي حتتعامل مع 25 نجم موجودين كلعيبة إزاي حتتعمل مع الاصطاف الإداري اللي موجود معاك إزاي حتتعمل مع المدير الكورة قصدي المدير الفني اللي موجود معاك وبعدين كمان حلقة الوصل اللي بين مجلس الإدارة فأنت كمان يعني الراجل اللي بتوصل للمجلس الإدارة كل اللي موجود دارينه فنياً فمهمة شقة وبعدين كمان إحنا طول عمرنا تعودنا المدير الكورة ده موجود في النادي 24 ساعة يعني 24 ساعة مقيم في النادي الأهلي يعني سايب بيته بقى وولاده وكل مشغله اللي ممكن تتخيلها ففي احتراف في الجزية دي بشكل كبير يعني مش اللعبة بس للمحترفين المدرب محترف ومدير الكورة ده من زمان يعني من أيام كابتن صالح سليم الله أرحمه هو كان مدير الكورة كمان من أنجح مدير الكورة اللي جون في تاريخ النادي الأهلي يعني طيب خلينا أتكلم معاك وابتدي قبل ما أدخل في الجاي عايز بس تعليق من حقك على اللي فات لأنه اللي فات كان مميز جدا ومبهر جدا بتكلم على الأداء والنتاج والمكاسب لحق النادي الأهلي من المشاركة في كاس العالم الأندية إزاي بتشوف أهم المكاسب دي كابتن مهر بص يا أحمد مشاقة كبيرة جدا جدا في بطولة كاس العالم للأندية يعني عنا منها بقى مجلس إدارة النادي الأهلي والجاهزة الفني واللعبين والإداري والطبي ثم جمهور النادي الأهلي فالنهاردة الجانب الإداري المكمل للجانب الفني قطع شط كبير جدا في نجاح حزين مهم سيد عب حفيز وسامير عدلي الناس اللي راحت والضبط المعسكر والضبط الصلاة الاجتماعات الملاعب الاجتماعات اللي قبل البطولة فكان في شق إداري بصراحة وإحنا الحمد لله ربع مين يعني زي ما قلت لك محترفين يعني سيد مكمل لجميع مدرين الكورة اللي احنا تكلمنا عليهم والجانب ده أحمد بينجح بشكل كبير جدا الجانب الفني إنك إنت بتسهل كل الأمور الإدارية اللي من خلالها بيبدأ الجانب الفني يوم بالدور بتاعه مستر مسلماني من الجانب الفني أنا شايف أنه قطع مشوار كبير جدا ومشاك كبير جدا بعد ما قفل ملف الدور العامل طيب أنا هقف عند النقطة دي وهرجع لأنه فيه يمكن أكتر من حاجة كمان مرتبطة بكاس عام الأندية ومشوار الأهلي مع الأندية الألمانية فيها تفاصيل كثير وإنت شخصيا يمكن لك حكايات كثيرة جدا منها ما ننساش هنتكلم عليها بالتفصيل قصة الأهلي ومونشن جلد بخ وإي حكاية المباراة دي مع كابتن مهر همام هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم على طول يمكن زي ما كان كابتن مهر بيكلمني في وقت الفاصل إن البطولة دي كشفت كتير من النواحي الإيجابية في قدرة النادي الأهلي على التحضير للمطشاط الكبير خصوصا لما تكون بتتكلم على بطولة مجمعة هتعابل فيها أبطال يعني كل فرق اللي انت بتقبلهم دول أبطال مقارد تقيل وكل واحد عنده طموح مشروع وعنده حافز ورغبة في إنه يحصل على لقب البطولة وبالتالي المطشاط اللي من النوع ده وبهذه المتتالية السريعة جدا نتكلم على كل 3 يام ماتش محتاجة إعداد من نوع جاد جدا مش بس الفرقتك لكن كمان فيما يتعلق بدراسة الخصوم والتحضير لكيفية مواجهتهم أهلا بيك كابتن مهر مرة تانية ويمكن إحنا كنا بتدردش في النقطة دي كابتن مهر وشايف إن واحد من أهم النجاحات اللي قدر نادي الأهلي أو المكتسبات اللي قدر نادي الأهلي يكسبها من وراء المتاركة في بطولة العالم للأندية هي فكرة التحضير وقراءة الخصوم ودراسة نقاط الضعف والقوة فيها عشان تقدر تشتغل عليها أنا بحيوم يحمد بصراحة وجازي الفني مستر نوسماني وتحليل الأداء الفني اللي اتعامل في الثلاث مباريات على أعلى مستوى وده المذاكرة اللي احنا بنقولها ذكرنا قبل المباراة لأن احنا الثلاث فرق ما نعرفش عنهم حاجة يعني بار منخ يمكن هو ده الوحيد اللي معروف بالنسبة للعالم كله يعني لكن الفريتين الدعيل كانت برضا ممكن مش معروفة بالنسبة لنا برماس نفس الكلام مش معروفة بالنسبة لنا لكن تحليل الأداء وده العنصر يحمد اللي طلعنا الإيجابي اللي طلعنا به من خلال هذه البطولة واضح قوي إن كانت كل مباراة اللي هي تحليلها الفني من خلال قوة الضعف من خلال الإيجابيات اللي موجودة عليها الخصم طريقة اللعب اللعبة المميزة كل الحاجات دي الجهاز الفني ذاكرها بشكل كبير جدا الأول وبعدين بدأ ينقلها للعبين فكل ده بيعتبر من العداد الزهني القوي جدا في هذه البطولة ومنها يمكن أهم نقطة حيثت إن إحنا من ضمن المباراة الأخيرة مع برمص كنا عايزين نوصل للهدف اللي إحنا بنسع عليه وهو الفوز من المباراة فالسيناريو اللي تعمل من خلال التسعين ديئة إن كنت ممكن تروح لضربات الترجيح ضربات الجزاء كنت أقرب كابتن ماهر بالضبط يعني أنت فرص ضاعت في كورتين كورت صلاية في الصوت الأولاني وكورت صلاية كتبوك تخلصنا بدري لكن وصولنا لضربات الجزاء إنك إنت تجاهز حراسك الأربعة للضربات دي طبعا حاجة كبيرة جدا والشناوي بخبرته قدر إنه هو يتابع من خلال العداد الزهني إنه يشوف الفرقة دي بتلعب إزاي ضربات الجزاء وإنه يركز بشكل كبير ده كان نجاح كبير جدا بالنسبة للشناوي بالنسبة لعداد الفني لهذه المبرات التلاتة وعنصر من ضمن العناصر كلنا استفدنا منها أحمد يعني اللي في قطر استفد منها واللي في خارج قطر استفد منها فأنا شايف أني حصل تطويره بشكل كبير جدا في أداء النادي الأهلي من ناحية العداد الفني المهاري الجميل اللي بيساعد مستر موسلماني بشكل كبير جدا في أنه يوصل للهدف اللي هو بيسع عليه فأنا بحقيل المنظومة ككل في هذا الإنجاز وعلى رسوم طبعا جمهور النادي الأهلي اللي شرفنا في قطر وطبعا السبعين مليون اللي كانوا في مصر بيشجعوا النادي الأهلي وبيستندوه بشكل كبير طب كده أنا أقول بقلب جامد بقى أن مستر موسلماني والجهاز الفني بيتابع السادسة لأن احنا الحقيقة يمكن فككنا الفرق دي احنا قابل المواجهات الكبرى دايما في السادسة ابن مهتمين جدا نحن نقدم كل المعلومات والنقاط القوة والنقاط الضعف الخاصة بالفرق اللي بيواجهها النادي الأهلي ودي أنا بحييكم إحنا طبعا بحييكم بشكل أنجز أنت يعني علمت الناس بشكل كبير وفاهمت الناس إيه اللي ممكن يحصل من خلال المباراة التلاتة وده برضك يعني حاجة بنحييكم بنحيي البرنامج ومنحيي لمحللين لجوم كمان وقدروا أنهما كثيرة جداً فنية من خلال إزاي نقدر نتفوق على الفرق ده وده الجديد في عالم كرة القدم نتمنى طبعاً إن شاء الله من خلال هذا العلم إن احنا نوصل للعالمية إن شاء الله ونوصل للبوتر بمناسبة العالمية كابتن مهرب ومناسبة اللقاءات الأهلي مع الفرق الكبيرة وإحنا يمكن حتى بمناسبة مواجهة البيرن كنا في أكتر من مناسبة اتكلمنا على تاريخ مواجهات الأهلي خصوصاً مع الفرق الألمانية نحن عارفين أن الأهلي عموماً قابل كبار أوروبا وقابل أكبر أنداء في البرازيل على مدار تاريخ طويل جداً لكن لدينا قصة كده لطيفة عن مطش مونشنجلاتبخ كنت أنت العير سواير تقريباً في التوقيت ده وكان حسب معلوماتنا مش عاف تأكدها لنا ولا تنفيها أنه كابتن مصطفى يونس اتأخر تقريباً على التمرين فميستر هديكوتي طلب أنك أنت أو بلغك أنك أنت هتشارك في المباراة مونشنجلاتبخ واحد من أكبر أنداء ألمانيا في التوعيد ده أحكي لنا القصة وأعتقد أنه كابتن حسن حمدي كان ليه موقف برضو معاك في الموضوع ده طبعاً الستة الكبار يا أحمد وقتها نجمنا طبعاً الموجودين منهم كابتن حسن حمدي وكابتن مصطفى يونس وكابتن محمد الخطيب وكابتن مصطفى عبدو صفة عب حليم الله أرحمه الستة الكبار دول بيبقى ليهم دور كبير جداً جداً مثل هيدوكوتي بس بلاك الأول يا حساب بإيه أحساسك كانين فرحان متشجع عايز خايف في رعب أنا كنت طالع بطلع طبعاً أكمل أكمل الرباعي الجبار دوت أحمد عبد الباقي ومصطفى يونس وحسن حمدي وفاتح ممروك وكتب وحتياتي ليهم وقبالك أي حاجة بتحصل أكمل أنا أخش هنا فكان وقتها يوم الأربع اللي هي التمرين الأساسية طبعاً كابتن مصطفى يونس كان عنده ظروف اتأخر عن التمرين فطبعاً مصطفى هيدوكوتي كان قوي الشخصية وقتها ومن المدربين للغزام اللي وجموا في تاريخ الندلية فأعلن أننا حلعب المباراة حبدأ المباراة من أولها فطبعاً كان صعب جداً يا أحمد أننا ألعب مباراة منشي جلد باق بطل أوروبا وجاي كذبان الزمالك قابليها بثلاثة أربعة ايام هنا دين واحد وإحنا اللقاء الثاني يوم الخميس قوي طبعاً إحنا لما رحنا للمباراة الساعة واحدة بنبقى موجودين قبل المباراة الساعة الثلاثة كان فيه مئة وتلاتين ألف متفرج يا أحمد خارج الملعب خارج الملعب ده غير اللي جوه ومئة وتلاتين ألف جوه الملعب فيه شكوك المباراة تزعع ومزعش الأمن طلب بالميكروفونات طلب من الجميل إنه هي اللي برة يعني تروح مباراة الساعة الثلاثة صعب جداً طبعاً وإنت بتسخن في وسط طبعاً أنا صغير وقتها عايز أقول لك العامل النفسي بيأثر جداً لكنك إنت شايل كياس رمل جسمك كله مشدود مش قادر يعني فطبعاً كابتن حسن حمدي بصرفته كابتن فرقة والليه دور كبير جداً خدني على جنبي كده وإحنا بنزخن قال لي النهاردة إن شاء الله إنت حتبقى نيك بالمباراة إنت النهاردة حتبقى يعني مكسبنا من هذه المباراة إذا إني كنت بتنصدقى طبعاً إحنا حواليك حنغطى عليك ما تقلق شيء إلعب لعبك وسبحان الله طبعاً دور بقى دور الكبات الكبار وفعلاً دا اللي حصل يعني رعبت المباراة من يعني من أميز المباراة اللي في حياتي الرهبة راحت أول ما ممتش ابتدى بعد ربع ساعة ربع ساعة اللي هي أخطر ربع ساعة طبعاً في كل المباراة بعد ربع ساعة خلاص بدأت بقى فوق الكلام التشجيع اللي حولي يا فاتح بيشجع كابت الحسن بيشجع أحمد عباة بيشجع إكرامي من ورايا بيشجع فطبعاً خلاص اتلمت العملية والله اللي حاج بتقوله دا أنا كنت بكلم فيه بعد مطش بألمراسو كنت بقول إنه يعني البرونزوية مهمة جداً إنك إنت تشارك في البطولة السادس مرة برضو شيء عظيم جداً جداً لكن أنا بشوف واحد من أهم المكاسب هي فكرة إن الولاد بتوعنا يوصلوا للحلل معنا أنا على فكرة لعبت بألمراسو كسبته ولعبت وقفت قدام الباين وقديت مطش على مستوى عالي جداً المطشات دي بتدي ثقة وترفع من الحلل معنوية لجيل بيتهالف معظمه صغير بالمناسبة مطش مونشن جلاتباخ أنا كنت شفت يا مش عارف لو يعرضوه لا لا هي دي نفس نفس العنوان طبعاً بطل ألمانيا جلاتباخ قدام الأهلي داخ وبالمناسبة أنا يمكن معلوماتي إنه مدرب مونشن جلاتباخ ورئيس النادي كانوا طلبوا احتراف كابتن خطيب في نفس ليلة المباراة كابتن صالح سليم طلبوا منه إنه اللاعب رقم عشرة يعني زي ما طلبوا إحنا عايزينه معنا في مونشن جلاتباخ من ضمن الحاجات يمكن المعلومة اللي ممكن ناس كتير جداً متعرفاش إن الكابتن الحوند الخطيب كان نجم المباراة في هذه المباراة فإحنا بعد المباراة طبعاً كان في عشرة بالنسبة للفرقيتين في النادي رئيس النادي مونشن جلاتباخ طلب من الكابتن صالح سليم احتراف الكابتن محمد الخطيب في ألمانيا ودي كانت مفاجأة بالنسبة لنا موضوع الاحتراف بالنسبة لنا يعني ما عندناش علم به فكانت طبعاً يعني لفتة جميلة جداً اديتنا سكة كلنا التصريح طبعاً من كابتن الخطيب ساعتها في التوقيت ده يعني مش هلعب غير للأهلي حتى ولو دفعوا مليون جنيه مليون جنيه يا بيبو ايه؟ مليون جنيه ايه؟ مليون جنيه ايه؟ طبعاً مليون جنيه في التوقيت ده كان كان أكيد طبعاً رقم طبعاً حاجة أمبيرة أنا عايزة أقول لك ياحمد إن كانت مكافئة المباراة دي تمانين جنيه فانت أنا أشوف تمانين من مليون يعني انت بتتكلم مكافئة المباراة لكل لعيب تمانين جنيه السنة اللي بعدها كانت باير مونيخ سبعة وسبعين كانت مكافئة المباراة مية وخمسين جنيه فالنهاردة طبعاً الخطيب لما تعرض يعني قيمة الكابت المحمود الخطيب في هذا الوقت الناس كانت مستعدة تدفع مليون جنيه مليون جنيه دي يعني رقم كبير جداً صحيح ما كانش فيه بطولات عالم في التوقيت ده يعني إحنا السنة الـ 20 سنة الأخيرة ابتدنا نعرف يعني إيه بطولة عالم أندية ويعني إيه مشاركات الأهلي طبعاً ما فيش غير نادي الأهلي بس هو من مصر اللي بيشارك في بطولات العالم فالجمهورة عود على فكرة أنه الأهلي في بطولة في مونديال الأندية ده بقى شيء طبيعي على أيامكم انتوا ما كانش فيه ده ولكن أنا حتى شايف من تصريحات الموديل الفني لمونشنجراند بخ إحنا لعبنا ريال وكسبناه لعبنا برشتونا لعبنا روما لعبنا بير ميونيخ مش أول اللقاء نقابله لعبنا سانتوس وإنترناسيونالي وبالمرس وكورنسيانس ولعبنا كل الأبطال في العالم كله من الواضح أنه حتى على أيامكم كابتن مهر أنه الفوارق ما كانتش بالعكس يعني أنا شايف أنه أنت بتلعب بطل أوروبا وبطل ألمانيا وقدر تقدم مباراة خوية جداً وقدر تفوز عليه فيعني الموضوع ده من كل الأجيال مش بس الأجيال الأخيرة اللي شاركت في المونديالات يعني لا وهو دي سقة الجيل جيل السبعينات يا أحمد يعني خبالك يعني المعظمه النهاردة النهاردة الخطيب كابتن محمود الخطيب لما يجيله مليون سنة ستة وسبعين النهاردة لكابتن محمود الخطيب موجود مع الجيل ده حتدفع كاب مليار يعني بالزبط فشوف النسبة وتنسبة عمل إزاي فأنا عايز أقولك أنه فعلاً إحنا كان عندنا نوع من الشجاعة ونوع من الجرأة أنك أنت بتلعب بطل أوروبا إذا كان منشي جلالدخ أو بضاير مونيخ بعديها بسنة بتكسبه اتنين واحد وأنا كان لديش شرف ألعب على مولر مولر وقتها كان كان هدف ألمانيا منتخب ألمانيا وهدف كاس العالة فعاز أقولك الاستفادة يا أحمد إحنا استفدناها من اللقاءات دي استفادة كبيرة جداً من ناحية تحرك من ناحية التاكتك من ناحية المهارة من ناحية اللاقة البدنية من ناحية خلق المساحة جمل التاكتكي اللا احنا شفناها في المبراد دي علمتنا بعد كده خلتنا بعد كده نزيد ونتفوق وبدأنا نجني البطلات بهذا الشكل وعاز أرجع تاني أقولك إن جيل دا استفاد من الثلاث لقاءات بشكل كبير جداً هو الجزء الفني بدك من ناحية الخطط من ناحية التحرك من ناحية السرعة من ناحية المهارة من ناحية كل الجوانب الفنية أو الإدارية اللي لعبتنا اللي موجودين في هذا الجيل استفادوا بشكل كبير جداً في العيبة قدمت للجمهور يعني بسيك من الجهاز والإدارة لأمكلم للجمهور قدمت أوراق اعتمادها أو أعادت اكتشاف نفسها من أول وجود يعني بشوف مثلاً لعيب زي طاهر أنا بيتهايلي في البطولة دي مشاركته في المطشاط قدمت للنادي الجمهور الأهلي إمكانيات طاهر محمد طاهر محمد هاني بالزبط يعني مش عايز أقولك إحنا بنعمل استفتاء كده جمهور كل مباراة أفضل ثلاث لعابين محمد هاني كان اكتساح وماتش بقى الميونيخ حاجة جميلة حمدي فاتحي كل اللعيبة بصراحة أنا بقولك بس أشعر أن ننسى حد آآ آآ لأ هما كل اللعيبة أجادت بصراحة أكد يا أحمد إن الاستفادة دي حدبان على أول مباراة لنا المريخ في بطولة أندية أبطال الدوري خدتني المريخ أكلم معاك عن المريخ بقى أنا بشوف إنه اللعيبة طالعة من البطولة دي مجهدة وخصوصا أنه هي خلصت الموسم الأخير بالسلسية دخلت في مشوار دوري وخلصت مشوار دوري راحت لعبة في زواء واحد ثلاث نهائيات يعني الثلاث مطشوط اللي حنا العبناهم يعتبر ثلاث نهائيات راجعين عشان أقول لهم بسم الله الرحمن الرحيم ابتدوا مشوار البطولة الدوري أبطال أفريقيا وما فيش هما راحة يومين وتبتدي ترجع تخش فورما مرة تانية عشان تجهز لمطش المريخ عندي هنا من وجهة نظري سؤالين لحضرتك الجزء الأول إزا يتعامل مع ده بدنيا إزاي الفرقة قدر أحافظ عليها من الإصابات وقدر أخذ منهم أعلى مردود بدني في بداية مشوار طويل وأنا هتكلم على الطول ده في نقطة تانية في سؤال تاني والجزء التاني إيجاد الحافز ناحية النفسية اللعيبة يعني أي لعيب في الندي الأهلي كان الله فعونه لأنه البطولات بالنسبة له ده العادي والطبيعي يعني فيه لعيب تاني ممكن كل عشر السنين تلاقيه بياخد بطولة لكن ده لعيب كل شهر تقريبا بيتم تكريمه وتتويجه إزاي قدر أخلق عنده حافز وده وافع إنه يلا عايزين نجيب البطولة العشر ما هو بدني نفسي طبعا عايز أقولك يا أحمد نفسيا إنك إنت موجود في نادي القر نادي البطولات هو ده البطل كل شغله عشان يحصد البطولات ويعني الفرحة بتاعته بتبقى قليلة جدا يعني اللعبة ده 24 ساعة 48 ساعة وبعدين بيقفل خلاص ونتهت خلاص يعني فرحنا وانبساطنا وحققنا الإنجاز وشكرا رايحين لمرحلة تانية ومرحلة مهمة جدا لتاريخه ما هو أنت النهار ده اللعب ده بيبدأ يحفر اسمه وتاريخه في النادي الأهلي عن طريق البطولات عن طريق الاشتراكات اللي هو بشركة بصفة أساسية فالنهاردة طبعا أنا مشفق عليهم يعني الحالة البدنية في الثلاث بطولات دي حمنة أقصى في منتهى الصعوبة يعني زي ما أنت قلت وتفضلت أن بطولات بالنسبة لكل المباراة في الثلاثة بطولة إذا كان بطل أسيا أو بطل أوروبا أو بطل أمريكا اللاتينية فدي ثلاث بطولات النادي الأهلي شارك فيها والحمد لله قدر يتفوق فيها فالنهاردة احنا داخلين في بطولة عشرة بالنسبة لها بطولة أفريقية يعني حلم من الأحلام اللي احنا كنا منحلم بيها فالحمد لله رب العالمين احنا قدرنا نحصل عليها العام الماضي السنة دي تركزنا كمان عايزنا نحصل عليها عشان احنا عندنا أهداف تانية كمان ان احنا مش عايزين المركز التالت احنا فيه تطلعات للمركز التالي المركز الأول وقعته في طريق قلسان بطل كوريا كان ممكن جدا نكون بيلعب نهائي بالزبط انت نفس النتاج اللي حققتها في البطولة دي هو اللي حققها فريق تيجراس البكسيكي اللي وصل او اللي خد الميدالية الفضاية هو كسب قلسان الكوري انت كسبت الدحيل هو كسب بلمرس انت كسبت بلمرس هو اتغلب من البايرن وانت اتغلبت من البايرن فانت على مستوى الارقام تقريبا الفرق الوحيد بينك وبينه انه هو وقع في قبل النهائي مع بلمرس وانت وقعت مع البايرن وده اللي سهله الطريق للوصول للنهائي لكن انت كان ممكن جدا تكون انت موجود في النهائي حقيقي فطبيعا يكون طموح مشروع النسخة اللي جاية ان شاء الله طبعا وبعدين ان شاء الله احنا هنبدأ بالمريخ يعني احنا برضك المريخ من انديال سودانية اللي اعباع كبير جدا هي والهلال زي الاهل والزمالك تاريخ المريخ معروف للقرى السودانية والقرى الافريقية يهمه طبعا ان هو النهاردة بيلعب قدام نادي القرن بيلعب قدام تالت العالم العملية في المنتهى الصعوبة تالت العالم دي بتهالي تخلق عنده هو حافظ اكبر يعني 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 اذا كان عنده رغبة في انه يعمل نتيجة ايجابية مع النادي الاهلي عشان يبتدي بمشوار البطولة بشكل كويس فبالتأكيد عنده رغبة اكتر انه يعمل عرض قوي امام تالت العالم عشان يقول انا فريق عندي عندي القدرة ان انا نفس وان انا بسعب جد التحقيق البطولة اكيد طبعا احمد ان هو برضك يعني شعور بالنسبة له من بيلعب ضد النادي الاهلي زي ما انت قلت تالت العالم وبطل افريقيا ده بيدي له دوافع دوافع كمان اكتر من الدوافع اللي موجودة عنده انه هو يعمل مباراة مباراة جيدة قدام النادي الاهلي برضك من تاريخ المريخ كده انه هو كسب كسب الدوري عنده 22 مرة وكسب الكاس عنده 25 مرة يعني هو بيحق شخصية البطل بيحق بطلات عنده شخصية البطل وسنة 89 كسب ابطال الكبوس الافريقية يعني برضك واحد بطولة افريقية سنة لا وفريق كبير من وجهة نظرك هو الاقوى في المجموعة مع النادي الاهلي يعني هو المنافس الحقيقي للنادي الاهلي ولا بتشوف ترتيب المجموعة ازاي من حيث القوة والله احمد انا شايف انه هو اقوى جماهيري انه عنده عنده جماهير اي اه ثلاث فرق بتقليل كبت المهير عندهم جماهير التلاتة بالزبط كده يعني انا عايز اجيلك حتى على بطل بطل فيتاكلاب فيتاكلاب عنده برضا جماهير سنبا عندها التنزان عندها جماهير فاحنا حنقابل تلات فرق عندهم جماهير وشعبية اه بشكل كبير المطشات بس هتتلعب من غير جماهير مهم ان احنا نقول ده اه يعني بس انا همتكلم عن ان دي فرق جماهيرية طبعا والفريق الجماهيري حتى لو المدرجات فاضية عنده ضغط عنده وحافظ عنده رغبة في انه يعني بس اعني بالفاهم البطولة حتى اللحظة بدون حضور جماهير فانا فانا عاز اقول ان احنا بداية البطولة بالنسبة لنا مع المريخ التلات فرق كلهم ليهم باع كبير جدا وليهم اشعبية كبيرة و ما فيش مجموعة بيئة ضعيفة ومجموعة متوسطة ومجموعة قوية كل المجميع هنقابل هنقابل خصم قوي جدا في بداية هذه البطولة عاز اقولك انه عنده بدك تطعيم لبعض اللعبة المحترفين الافارقة دعم نفسه خلال الفترة الماضية عنده لعب عنده اتنين مدافعين من من ميجيريا وبعض المدافع باك من باكات من الكاميرون وعنده لعبة في وسط الملعب من اوغندا يعني برضك دعم نفسه المريخ عارف انه هو رايح لمجموعة قوية هم حوالي ستة عشر لعب وصلوا امس جايين قبل المبرى يمكن بتلات اربع تيام بدك عشان يتعودوا على الاجواء بالنسبة لمصر الجو هناك في السودان بيختلف عن الجو في مصر يعني هم مستعدين من استعداد انا شايفه طبيعي البطولة بشكل عام كابتن مار تسمح لي قبل يعني هكمل معاك في الاهلي والمريخ لكن تعرف طبعا انا حمطش الاهلي والمريخ ده تأجل عشان مشاركة الاهلي في المونديال معظم الجوالات او المتشاط اللي بتكلم عن فرق كبيرة يعني فبالتالي هل بتشوف ان البطولة السنة دي صعبة بشكل عام هل بتشوف ان المنافسة فيها تبقى اشرس بكتير من النسخة السابقة والله احمد هي كل سنة واضح او ان هي يعني بتزيد صعوبة والفرق بتبدأ تدعم نفسها بشكل بديل جدا من المهم محترفين اذا كانوا من افريقيا او من شمال افريقيا فده واضح ان احنا السنة دي هنقابل بطولة قوية حتى الفرقتين اللي موجودين معانا اتعادلوا فيتا كلاب وسمل اتعادلوا قبل اللقاء الاهلي فواضح ان هتبقى المنافسة قوية وده اللي بيخلينا احنا كمان بنحترم الفرقة دي احمد ميزة الناد الاهلي بصراحة ولعبتنا انك انت بتحترم الفرقة واحترامك الفرقة ده بيخليك تقدر تحط ايدك على المكسب يحط ايدك على الاداء الجيد فانا شايف اني مستر مسماني خلال مباراة المريخ اكيد اكيد حيبى فيه فيه تدوير لبعض اللعيبة انا شايف حيبى فيه شفافية وعدالة من الجهاز انه يبدأ يشرق بعض اللعيبة في خلال هذه المباراة نتيجة الجهاز اللي حصل فكرة التدوير هنا مفروضة عليك مجبر عليها ولا رفاهية محتاج تلجأ ليها في وقت ملقوات لا يعني هو التدوير يعني من ضمن من ضمن الاستراتيجية اللي بيلجأ ليها المدر الفني في سبيل انه يريح بعض اللعيبة اللي هو حاسد بجد يعني معلول من ضمن اللعيبة اللي حاسد جهد بشكل كبير بصراحة ويمكن المباراة بارم حسنا بالعضل حسنا العضلة الخلفية اثرت بشكل عالية لكن عاز اقول لكن صلاح محسن كمان يمكن الصابح حيفضل حوالي عشر تيام موجود لكن ده ميمنحش يا احمد ان احنا عندنا بصراحة مش عايزوا البودلاء عندنا لعبة جهزة 25 لعيب اي حد بيطلب انه هو يخش بيقدي بيقدي بشكل بشكل كبير وده مثل التدوير ان انت محاك لعيبة الحمد اللي اربع مين على اعلى مستوى بيساعدوك بشكل كبير جدا على اي طريقة انت بتفكر تلعب بيها يعني احنا حتى في بطولة العالم الاندية لعبنا بكذا طريقة اربعة اثنين تلاتة واحد التقليدية بالنسباننا ولجأنا بعد كده لطريقة اربعة تلاتة تلاتة في بعض المبارات اي مدرب عنده طريقة انه يقدر ينجح له طبعا احنا انا شايف ان معلول من ضمن الناس اللي اكيد حيفكر فيها مساء المسلمان انه يريح زي ما انت تفضلت قلت الصلاح محسن اي يمكن يبعد عشرة ايام لكن الباقي كله موجود وجاهز صحيح والفترة اللي جاي يمكن يعني قديم الاخبار اللي صار ان شاء الله تكتمل على خير ويرجعوا بالسلامة انه شهر مارس هيخش معنا يعني ان شاء الله عرفت يعني معلوماتنا بتقول محمد محمود ابتدى تمرينات جاري ندفت بيجهز يعني دول اعتقد هيكونوا اضافة كبيرة كمان للفريق في الفترة اللي جاي اجا ايه دخل وخد في مطش بالميراس وبالتالي الحمد لله اللي كانوا بعاد بقالهم فترة طويلة ان شاء الله يبقوا جاهزين في بداية مشوار البطولات الموسم ده وما ننساش عندنا لسه سوبر مصري وسوبر افريقي كمان هنبقى محتاجين السقوات كاملة كرة مسيماني من وجهة نظر حضرتك يعني الفترة اللي تولى فيها المسئولية وضحت بصمته ولا محتاج ياخد وقت كمان الراجل يعني من ساعة ما جاء وهو من بطولة لبطولة 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 هل شايف انه يعني خدم مساحة خد الوقت الكافي انه يقدم فكره وبصمته تظهر على الفريق ولا لسه كمان محتاج وقت يعني انا شايف انه مسيماني في فترة اللي فاتت دي كلها يمكن عشر مبريات بصراحة اداء اداء متزم بشكل كبير جدا من ناحية الخططية من ناحية البدنية من ناحية الفنية حصوله على مركز التالت بيعتبر بطولة بالنسباله بيبتدي بيها الموسم من اوله هو مسلماني عايز يوصلنا للكورة الجميلة الحديثة اللي هي فيها البصات يا احمد اللي فيها التسليم والتسلم بشكل كبير جدا عدد البصات تزيد عن اتناشر تلاتاشر محتاشر خمستاشر بصة ودي اللي كان بيعمال مستر منوجه زي مع جيل ابو تريكا وبعدين تبالك الصغرة اللي اقدر اخش من خلالها احرص فيها هدف فواضح ان مستر المسلماني لسه لسه عنده عنده من الخبرة عنده من الدوافع لان احنا كمان اخد بالك دوافعنا كتير وما بنشبعش الحمد اللي ربع مين ربنا ربنا داخل للمنظومة دي خلاص فاحنا جبنا للشخص القوية جبنا لصاحب الانجازات جبنا للبطولات فهو ما شاء الله يعني عايش ومتعايش الجزئية دي وحابب افضل مباراة شفت فكره او طريقته او بصمته واضحة فيها من وجهة نظرك في منديال عندي على وجه التحديد يعني شفت كورة الاهلي ممتعة مبهجة في مطش في المرأس اكتر مطش الدحيل اكتر انا السابعة طبعا بان مطش استثنائي لكن اكتر مطش عجبك للاهلي في بطول يعني الشيط الاولاني من الدحيل كان واضح وان احنا لنا سيطرة ويمكن الهدف التاني انا شاف نجول وكان ساعدنا بشكل كبير جدا يعني عايز اقول المباراة النهائية يعني قدرنا نلعب فيها بكذا اسلوب كذا طريقة عشان توصل الهدف لضربات الترجيح لكن يعني كان عندنا ممكن يكون فرصة كانت ممكن تخلاص لنا المباراة فانا شاف ان المباراة اخيرة برضك مجملها يعني اداءنا كان فيه اداء مميز مين اهم لاعب لفت نظرك في مونديال ان دي يعني انا حتكلم على لعباتنا لان لعباتنا الحمد لله كان فيه اكتر من اللعب الشناوي بيعتبر انا شايفه رجل رجل التلت مباراة يعني الشناوي من افضل اللعيبة وحراس المرمى اللي مجودين في الدورة خط الظهر يعني انا شايف معلول وايمن من ضمن الناس اللي كانوا مميزين بشكل كبير جدا فقط ظهر النادي الاهلية نص المالح كان يمكن حمد فتح كمان مكمل ليهم بشكل طاهر يعني كمان من ضمن الحاجات الجميلة جدا ان احنا طاهر مبشر جدا بصراحة الفترة اللي جاية وعاز اقولك احمد معلومة على طاهر طاهر كان ووهو في المؤمن العرب كان في الاجازة والده بياخده ويسافر اوروبا بيحضر معايشات هناك مع بعض الفرق هو لعب اعتقد في فرنسا في فترة من الفترات كده يعني فدي بردك من ضمن الحاجات حسستك ان طاهر يعني لعب اوروبي يعني لعب شكله وستايله وقوة واداء وصرعته ومهارته فهو بشر ان شاء الله عنده احتراف خارجي انا شايف ان طاهر بيستعد للقصة دي زي الشناوي يعني صحيح يعني عندك عناصر تقدر تحترف مفيش مفيش نجم جي النادي الاهلي وقد بنسبة 100% كل ما عنده بيحتاج وقت عشان يتأقلم مع الفرقة وبيحتاج وقت عشان يتعلم الشغل في الاهلي يعمل ازاي ويشرب من ثقافة الجماهير بتاعته لغاية لما يوصل كل اللجوم عودون على كده يعني كل النجوم اللي ما تلعوش بالنادي الاهلي وجمعة عليه من بره خد وقت واق الجمعة خد وقت عصام الحضري خد وقت مش عايز انسى حد بس محدش لكن مع الاهلي وصل انه هما بقى اساطير لكن مع الاهلي وفي مدرسة الاهلي بقى اساطير للكورنا المصري انا احكي لك حاجة يا احمد كنا جايبين وانا مع الجاز الفني مستد سبل خمس و سعين الفين فكنا جايبين سعيد عبد عزيز من المحلة وبيلعبوا تأسيمة فكان اختيرات حسام وابراهيم سعيد من ضمن فرقتهم في التأسيمة فخسر في التأسيم فهو ما يقدرش يخش شقوط اللبس شايف فيها يجان وزعل واخبالك فبسأل في التأسيمة فبقول لك اكابت الماروح سامو برمزع لان لي وطوله يا ابني هما خسروا هما دون ما بيحبوش يخسروا فقال لك اكابتن دي تأسيمة وطوله لا انت خد بالك التأسيمة زي المباراة فالنهاردة سعيد حس ولعت بل في المباراة ما لما اخسر في ماطش هعمل ايه ما لما اخسر في بطولة فانعاز اقول لك ان اللعبة اللي جاية دي بيبقى عليها ضغوطات كبيرة جدا ايه لان ده في التأسيمة خسر الدنيا ولعت انتخلق بقى في المباراة فاللعبة اللي جاية دي يعني جاية دخلة نظام طبور فيه ضبط وانضباط ومبادئ وقيم وانجازات فلازم تتأقلم وتأقلب بسرعة الشارع فيهم اللي بتأقلب بسرعة ويبدأ يخش في هذه المنظومة اهم رسالة تقولها لهم قبل ما نبتدي مشوار افريقيا كابتن ماهر رسالة لعبة النادي الاهلي يعني انتو شرفتونا بصراحة يعني في في قطر وحصلكم على المركز التالت انجاز كبير جدا للنادي الاهلي يقوليكم يعني فعلا انتو اول مرة تلعبوا في بطولة العالم الاندية لكن فعلا انتو طلعتو رجالة حقيق وشرفتونادي الاهلي وشرفتو جمهوركم كمان اللي هو يعني كان بسرعتكم بشكل كبير جدا وشرفتو مجلس ادارتكم وجهازكم الفني ونتمنى ان شاء الله ان خلاص البطولة العشرة كل التفكير دلوقتي على البطولة العشرة من بداية الانطلاقة والاستارت المريخ المبرججية ان شاء الله يوم التلاتة حقيق انا اضم صوت صوت حدرتك اذا سمحت لي طبعا وكان حلمي صحيح من اليوم اللي توج فيه نادي الاهلي ببطولة دوري ابطال في نسختها التسعة أو في يعني في البطولة التسعة وانا كان حلمي جدا انه نحقق البطولة العشرة كمان وننفرد بأول تو دي جيتس يعني بأول بأول نادي فاز ببطولة دوري الابطال عشر مرات لكن زود من حلاوة الحلم ده هي الرغبة في ان انا شوف نفس الجيل ده بيشارك مرة تانية في كاسة عاملة اندية وهيكون معاه عندي طموح اكبر من تحقيق الميدالية البرونزية وانا الحقيقة شايف ان رجالة الاهلي قدها ويستاهلوا الحقيقة شرفتنا ونورتنا كعالك التنمار همان بشكرك على وجودك معنا وبشكر حضراتكم على المتابعة بكرا ان شاء الله نتقابل مرة تانية في السادسة تحياتي لحضراتكم